نطرح سؤالا منها الأخ ماهر يقول ما صحة هدم الكعبة في آخر الزمان و ما صحة هذا الحديث عن سعيدي بن المسيب أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة الحديث من حيث سنده وتخريجه حديث متفق عليه لكن كما هو الشان في كثير من مما يتصل بأخبار الغيب فنكل الأمر إلى الله تبارك وتعالى فأنا أجد أن التوقف في مثل هذه الرواية عن الخوض في تفاصيلها و تأويلاتها هو الأسلم اعترض البعض على ما ورد في هذه الرواية بأن الله تبارك وتعالى وصف الكعبة وصف بيته الحرام بأنه جعله حرما آمنا بينما هذه الرواية تقول بأن رجلا من الحبشة يسمى أو يوصف بأنه ذو السويقتين يخرب الكعبة فعمد الذين ينتصرون لجانب هذه الرواية عمدوا إلى التأويل قالوا بأن وصف الكعبة أو البيت الحرام بأنه حرم آمن أي إلى قرب قيام الساعة إلى قرب قيام الساعة أما هذا الحديث فإنه بعد أن لا يبقى في الأرض من يقول الله الله ففي بعض الرواية أنه الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق فإن الله تبارك وتعالى يقبض أرواح المؤمنين وأن هذا يحصل في ذلك الوقت الحاصل أن المسلك الأسد في مثل هذه الروايات وما أشبهها التوقف وإيكال الأمر إلى الله تبارك وتعالى والإعراض عن الخوض فيها إذ لا يترتب عليها عمل كما لا يترتب عليها أيضا شيء من التصورات الإيمانية اللازمة في حق الله تبارك وتعالى أو حق أركان الإيمان فلذلك الإعراض عن الخوض فيها أسلم والله تعالى المستعان